اشتركوا في القناة لأتممة العمليات المختلفة أو معالجة وبناء أنظمة لجمع البيانات وتأمينها ونقلها من مكان لآخر المقررات التي يتضمنها قسم علوم الحوسبة مقدمة في الحوسبة واحد مقدمة في الحوسبة اثنان وهياكل البيانات والبناءات المنفصلة وأنظمة التشغيل الإلكترونيات الدوائر الكهربائية والإلكترونيات الأنظمة الرقمية تصميم المنطق الرقمي وبناء الحواسيب وتصميم ونمذجة الأنظمة الرقمية الأنظمة الحاسوبية مقدمة الأنظمة المدمجة وأنظمة الزمن الحقيقي الكروت الذكية والمعرفات اللاسلكية والإبصار عن طريق الحاسب الاتصالات الاتصالات باستخدام الحاسوب وشبكات الحاسوب وتصميم إدارة شبكات الحاسوب وأمن الحاسوب وشبكاته حقائق عن هندسة الحاسب الآلي بين عامي 2010 و2016 8 عروض وظيفية لكل متخرج من هندسة الحاسب الآلي 45% يتلقون عروض وظيفية قبل التخرج 96% يتوظفون خلال 6 أشهر من التخرج أكثر من 400 مشغلين يبحثون عن خريجي هندسة الحاسب الآلي أكثر من 15 اتجاه وظيفي بإمكان مهندس الحاسب الآلي أن يعمل فيه المنهج الدراسي يتضمن المواضيع التالية تصميم وبناء الدوائر والأنظمة الرقمية الأنظمة المدمجة التي تستخدم المتحكمات الدقيقة الاتصالات وشبكات الحاسب أمن الحاسب والمعلومات الروبوتات تطبيقات الحاسب الآلي المختلفة الكروت الذكية والمعرفات اللاسلكية معالجة الصور الرقمية والإبصار عن طريق الحاسب الحوسبة المتوازية والسحابية الحوسبة المتنقلة والمنتشرة استخلاص المعلومات باستخدام المستشعرات شبكات الاستشعار اللاسلكية الشركات التالية تقوم بتوظيف خريجي قسم هندسة الحاسب الآلي أرامك السعودية سابك الاتصالات السعودية وموبايلي شركات الكهرباء البنوك شركات تقنية المعلومات وزارة الحرس الوطني وزارة الدفاع استساقس مهندسة الحاسب الآلي في عام 1405 للهجرة ويغطي القسم جميع الجوانب المتعلقة ببناء نظم الحاسب وشبكات الاتصال مجموع الساعات الأكاديمية في برنامج البكالوريوس 132 ساعة للتواصل تابعونا على الصفحات التالية 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 ترجمة نانسي قنقر